تواصل الحضائق والمتنزهات في ثاني أيام عيد الأطحى المبارك استقبال المواطنين وسط أجواء من البهجة وتستمر الأجواء الاحتفالية على مدار أيام عيد الأطحى المبارك وسط إجراءات متخدة للتأكد من جاهزية مختلف الحضائق والمتنزهات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليلة أجواء من البهجة تعم الحضائق والمتنزهات والتي تستمر في استقبال المواطنين في ثاني أيام عيد الأطحى المبارك ففي حديقة الفنون والتي تعد أحد أجمل الحضائق المطلة على كورنيش النيل والتي توفر لزائريها مساحات خضراء وأماكن للجلوس مطلة على النيل إلى جانب الرحلات النيلية بيبقى فيه استعداد كامل لجميع الحضائق عندنا قبل العيد طبعا أول حاجة بنقف جميع الأجهزات الحياة بيتم عملية صيانة كاملة لكل الحضائق سواء البنية التحتية سواء المرافق سواء الإنارة سواء أصل الأشجار والنجيلة الحابب فيه استعداد كامل مراجعة كل الأنشطة اللي موجودة عندنا سواء في الحديقة الدولية أو فيه كل الحضائق الطبع اللي هي مشروع الحضائق المتخصصة حديقة الفنون اتنين فدان كورة من مسطح أخدر ومدرجات نباتات زينة جميلة جدا وبطلع على النيل مباشرة نيل منظر جميل فيها كفاتيريا فيها ملاهل الأطفال الأطفال بتوعنا لأولادنا ومسطح أخدر جميل باستقبل زوار كتير جدا وعلى ضغط إقبال جماهيري كبير جدا في الأعياد خصوصيا لا يختلف المشهد كثيرا في حديقة الحرية والتي تتميز بجوها الهادئ والمساحات الخضراء كما يوجد بها أماكن مخصصة للمشي والجري إلى جانب ملاعب للأطفال مكان مفتوح يقدر يستمتع بالخضرة الموجودة بالأجواء الموجودة سواء أجواء سقفية زي ما قلت الحديقة التماثيل الموجودة في الحديقة وإن شاء الله الناس تبقى مبسوطة وتقضي وقت ممتع معنا أنا قررت أجي النهار ده أنا وابني وجوزي وقعدنا وقضينا وقت حلو والجنينة تلقيت حلوة بس إحنا أول مرة يعني نجيها والجنينة تلقيت حلوة وكده والمساحات الخضراء كثير الحرية فيها ناس حلوة وفيها أطفال جميلة وفيه لعب كورة والناس هنا مبسوطة الحمد لله كما شهد ممشا أهل مصر بكورنيش النيل أقبالا كبيرا من المواطنين للاستمتاع بالجلوس على ضفاف نهر النيل إلى جانب التمتع بالخدمات التي تتوفر في الممشا والذي يمتد بطول واحد ونصف كيلو متر في مرحلته الأولى أولا المكان مش زحمه خالص الآت مصفير الصبح كويس الفيو حواليك أنت قاعدة بتفطري الأكل كان حلو فجنري لأحبيت المكان وطبعا هنا ديزاين لوحده طحفة وبصراحة الممشا جميل جدا الجو طحفة ويعني الفايبس جميلة يعني عشان نقضي العيد احنا أصلا فطرنا ويعني الجو حلو قوي بصراحة هنا الممشا عامة جو حلو والنيل اللي قاعدة على النيل حلوة وكويسة فأنا علشان كده كررت النهاردة أجي أقعد شوية أجواء احتفالية تستمروا على مدار أيام عيد الأطحى المبارك وذلك وسط إجراءات تتخذ للتأكد من جهزية الحضائق لاستقبال المواطنين من الساعة الثامنة صباحا حتى منتصف الليلة جرمين ابراهيم التلفزيون المصري